لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إحنا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى والعومة بين عقل المساعد عزيزي المشاهدين أنا برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وأنوان حلقتنا النهاردة هيكون تناقض ابن حجر والحلول عشان نفهم كلام ابن حجر احنا تكلمنا في المرة اللي فاتت أن ابن حجر قال أن الله مش بيفعل كل الأفعال الاختيارية أو الصفات الفعلية وأنه حتى لو نسبها النفس ولكن ملك هو اللي بيعملها لأن الله منزه وأنكر طبعا أهل السنة عليه وقاله أن ده قول الأشاعرة والجهمية والمعطلة اللي بينفو الصفات وشوفنا ابن حجر طبعا بينكر صفات النزول لأنه لازم من نزول الحركة والنهاردة هنكمل قصد ابن حجر يعني إيه لازم نزول الحركة أول كتاب هنروح نشوف منه الكلام سهيل بخاري كتاب مناقب الأنصار باب مناقب سعد ابن معاذ في فتح البالي بيقول كده حديث ينزل الله إلى سماء الدنيا لأنه أصرح في الحركة من اهتزاز العشران وصراحت الحتة دي للحلقة اللي فاتت ومع ذلك فمعتمد سلف الأئمة ولماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحلول والتحول والحلول ليس كمثله شيء ابن حجر العسكلاني رح قال كده أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ليس كمثله شيء يعني إيه؟ إحنا هنركز على كلمتين أول حاجة النزول النزول ليه لوازم وهي إيه؟ الحركة من مكان لمكان وأنا فهمتكم يعني إيه لازم؟ أول ما نسمع كلمة لازم زي العين لازم بتاعها الرؤية وهكذا النزول اللوازم بتاعته إيه؟ الحركة من مكان لمكان وبعدين التحول والحلول تاني حاجة التحول والحلول بيقول إيه؟ التحول يقصد بيه الانتقال من مكان لمكان طب والحلول معنى إيه؟ بيقصد بيه إن الله يحل في المكان وده أشار ليه الشيخ البراك ورح قال أما لفظ التحول فالقول فيه يشبهها القول في لفظة الحركة وكده إحنا بنفهم إيه فهمنا إن ابن حجر لما يقول التحول والحلول يعني الانتقال من مكان لمكان ويحل في مكان تاني يعني لو قلنا ان الله يجيء الله مثلا او يأتي معناه عند ابن حجر ان الله ينتقل من مكان لمكان والانتقال بيكون بالحركة ويحل في المكان خلينا نروح لحديث صحيح البخاري كتاب التوحيد بيبقى لله تعالى وكان الله سميعا بصيرا عن ابي موسى قال كنا مع النبي في سفر فكنا اذا علونا كبرنا يعني لما كانوا يروحوا مكان عالي زي جبل ولا حاجة يطلعوا حتة عالية يروحوا يتكبروا بصوت عالي جدا فراح الرسول قال لهم قال فقال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا فابن حجر رح شرح الحديث ده ورح ايه مسك في كلمة قريب ورح قال ايه وليس المراد قرب المسافة لانه منزه عن الحلول كما لا يخفى ومناسبة الغائب ظاهره من اجل انهي عن رفع الصوت يبقى كلمة قريب ابن حجر فهمها في السيق الحديث انها بتدل على ايه على مكان فكده بيكون فيها انتقال من قرب وبعض يعني زي ما نقول انا قريب من فلان انا بعيد من فلان وطبعا ده بيقتضي ايه بيقتضي الحلول في المواضع او الاماكن يعني زي ما نقول كده الله زي قريب من فلان او الله بعيد عن فلان كرب المسافة وايه بيدل على ان في مكان وفي مسافة هنروح للحديث اللي بعده عشان نتأكد يعني بمعنى اوضح على كلام ابن حجر سائل بخير كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه عن ابي هرير عن النبي قال خلق الله الخلق خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي ابن حجر بيشرح الحديث ويقول ايه الله منزح عن الحلول في المواضع لان الحلول عرض يفنى وهو حادث والحادث لا يليك بأله وكمل ابن حجر واستشهد بقول ابن التين وقال ومعنى العندية في هذا الحديث العلم بانه موضوع على العرش والله منزح عن الحلول في المواضع يعني ايه يعني بيقول كده طبعا عند العرش يعني علو يعني جهة والجهة مكان وطبعا المقصود بالمواضع حتى الجهة بالمواضع حتى الجهة هنعرف كده التناقض اللي في المقولة اللي بيقولها ابن حجر دي عشان نعرف الانتناقض ده هنروح لشرح الشيخ البراق ونفهم بيقول الشيخ البراق بيقول كده تعليقا عليه وقوله صلى الله عليه وسلم هو وضع عنده على العرش هذا عند اهل السنة المسبتين نعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه ليس بمشكل ولا يلزم في ذلك محظور في حقه سبحانه لا حلول ولا حصرف شيء من المخلوقات انما يشكل على مين يشكل هذا الحديث وامثاله طبعا زي ابن حجر يعني وامثاله هذا الحديث وامثال الحديث ده بيشكل على ابن حجر وطبعا الجهمية وكل هؤلاء بيشكل عليهم من وصف بعض المخلوقات عنده بانها عنده على نفاة العلو والاستواء كالاشاعرة وطبعا احنا عارفين انه ابن حجر اشعاري ايه اشعاري متأخر يعني ابن حجر بينفع علو الله لان العلو جهة والجهة مكان والله ملزه عن الحلول في المكان وفي نفس الوقت الله لا يتحول من مكان لمكان يعني لا يقترب ولا يدن ولا يجيء ولا ينزل وعشان نكمل وعشان كده نكمل عشان نعرف وده معناه ايه معناه ايه هنروح لشيخ البراك بيقول ايه عشان نفهم التناقض يقول كده فمن قال منهم بان سبحانه في كل مكان فقد تناقض اعظم تناقض ومن قال منهم انه لا داخل العالم ولا خارجه فقد وصف الله بالعدم فانه لا يوصف بذلك الا المعدو يعني ايه يعني لو الله في كل مكان معناها ايه يعني الله هم دلوقتي بينفوا الحلول لالله الله بيقوله مش في مكان معين بس بنفس الوقت بيقولوا ان الله في كل مكان يعني ازاي انت بتنفي الحلول وتقول الله في كل مكان لو الله في كل مكان معناها حالل في كل مكان ازاي انت بتنفي عن الله الحلول والتحوله في نفس الوقت تقول ان الله لا يحده المكان طيب لو احنا سألنا ما معنى يعني ان الله منزه عن الحل في واضع هيقول نفس اللي هينقوله دلوقتي دينا الشيخ البرق لا داخل العالم ولا خارجه طب يعني ايه لا داخل العالم ولا خارجه معنى كلامهم يعني الله مش موجود وبيوضح الكلام ده ابن تيمية نشوف كده ابن تيمية في مجموعة فتاة وابن تيمية كتاب العقيدة كتاب التوحيد الى اخر المرجع هتلاقوا قدامكم يقول كده ويقول القول الثالث قول حلولية الجهمية الذين يقولون وانه بذاته في كل مكان كما يقول ذلك النجارية اتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية وهؤلاء القولون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء فان الحلول اغلب على عباد الجهمية وسوفيتهم وعمتهم والنفي والتعطيل اغلب على نظارهم ومتكلميهم كما قيل متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء يعني ايه الكلام ده يعني هو كده بيقول لنا بمختصر الكلام متكلمة الجهمية لا يعبدون شيء ليه لانه بيقول الله مش في داخل العالم ولا خارجه يعني فين طب الله كده فين مش وجود طب متصوفة الجهمية بيقولوا ايه متصوفة الجهمية بيقولوا بيعبدوا كل شيء ليه لانهم بيؤمنوا بحلول الله في كل مكان ودلوقتي احنا هنلخص النهاردة الحلقة اتكلمنا عن ايه النهاردة شفنا يعني ايه النزول ليه لوازم وهي ايه هي الحركة من مكان لمكان والتحول بيقصد بيه الانتقال من مكان لمكان والحلول بيقصد بيه ان الله يحل في كل مكان يعني ابن حجر بينفي العلو لله لان العلو دي جهة والجهة مكان والله منزه عن الحلول في الاماكن وفي نفس الوقت الله مش بيتحول من مكان لمكان عند ابن حجر وكمان ابن حجر او عاقدة ابن حجر والجهمية وكل هؤلاء بيقولوا الله لا يقترب ولا يدنه ولا يجيء ولا ينزل والكلام ده كله طبعا من بدع الجهمية والتناقض اللي في الكلام بتاعهم ان هما بينزهوا الله عن الحلول وفي نفس الوقت بيقولوا ان في كل مكان وده احنا شفناه على مدار الحلقة وتابعوني الحلقة الجاية عشان نواصل مع بعض عقيدة ابن حجر وهل الله في السماع عند ابن حجر ولا لأ وتابعوني الحلقة الجاية والتقي بيكم في الحلقة القادمة